أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النظر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنحوا ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من ثنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاف بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال صلى رحول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهر فلما صلى قام ناش يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم لهذه الصلاة في البيوت أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتال عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عائشة ائتها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلحة فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين شيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك قلت سعد بن هشام قالت من هشام قلت بن عامر فترخمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ القرآن قال قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن فهممت أن أقوم فبدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خيام نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمّل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفقت أقدامهم وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني عشر شهر ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضا فهمنت أن أقوم فبدى لي وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي تماني ركعات لا يجلس فيهم إلا عند الثامنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحمة أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع ركعات يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار إثنتين عشرة ركعة ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها وقال صدقت أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافعني مشافة قال الأبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وطره عليه السلام أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دمه أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال قال زهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دمه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال ثمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا ولم يقم حتى بقي ثلاث من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح؟ قال السحور أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمصة يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلة أي ارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة أخرى فإن صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطة وإلا أصبح خبيث النفس كسلا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جعير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانا نام عن الصلاة البارحة حتى أصبح قال ذاك شيطان بال في أذنين أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني القاعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصل فإن أبا نضحت في وجهه الماء أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة فقال ألا تصلون قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذة ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسة فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قالت فجلست وأنا أعرق عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفتنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رفول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخده ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم أرسله شعبة بن الحجاج أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا عن زيد بن غبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينه فمنعوا فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سررا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤثهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتلأ أو يفتح له أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارفقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر والأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول يعني سليمان بن أبي مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني مخرمة بن سليمان عن كريب أن عبد الله بن عباس أخبرك أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالتك فاتجع في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمن معلقة فتوضأ منها فأحسن وردوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهدت فقمت إلى جمده فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفترها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك أخبرنا عبيض الله بن سعيد عن إسحاف بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حسين عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيض الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حسين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوط أفواهنا بالسواك أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال أنبأنا عمر بن يونس قال حدثنا عكيمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فافر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لمختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاد قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اتجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف المعاد ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه شواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اتجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا حميد عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت عن أبيه أخبرني ابن أبي مليكة أن يعلى ابن مملك أخبره أنه سأل أم سلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يسبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمر بن العص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويففر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثة أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاد بن خالد قال أنبأنا حماد بن سلم عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى عليه السلام عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاد بن خالد والله تعالى أعلم أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وثليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر يبي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يبيه مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا يقول أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يبيه مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسر يبيه مررت على موسى وهو يصلي في قبره أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية قالا حدثنا ابن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن الحارف بن نوفل عن عبد الله بن خبار بن الأرط عن أبيه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال يا رسول الله لأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصان فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي أن لا ينبسنا شيعة فمنعنيها أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد المئزر أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا قال حدثنا زهيرا عن أبي إسحاق قال أتيت أسود بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدت بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زراعة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان أخبرنا شعيد بن يوسف عن يحيا عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هادك قالت فلانة لا تنام فذكرت من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا ولكن أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارف قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحب فقالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصل لأحدكم نشاط فإذا فترت يقعد أخبرنا قطيبة بن سعيد ومحمد بن منصور والغفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعب يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدما فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي قريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزدع يعني تشقق قدمه أخبرنا قطيبة قال حدثنا حماد عن جديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من اتراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ فإذا غبر من سورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأ بها ثم ركع أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية أخبرنا عمر بن علي عن عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها قالت من أنت قلت أنا سعد بن هشام بن عامر قالت رحم الله أباك قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان كنت أجل قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي ثماني ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلاه فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما يغفي وربما شككته أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي ست ركعا يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما أغفى وربما شككت أغفى أم لا حتى يؤذنه بالصلاة قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي عن حديث أبي عاصم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلم أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وقال حدثنا النظر قال أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلم قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسة إلا المكتوبة فالفه شعبة وكفيان وقالا عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلم عن أم سلم قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدة إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإنقلم أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدة إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإنقلم قال فهو عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريت قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبرت أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس أخبرنا أبو الأشعة عن يزيد بن زريع قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس أخبرنا قطيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدة يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيا عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حجثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمة وأنت تصلي قاعدة قال أجل ولكني لست كأحد منكم أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدة قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن حقص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربع قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يجهر أم يسر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد يعني بن ثميع قال حدثنا يزيد يعني بن واقد عن كثير بن مر أن عقبة بن عامر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن خذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضر فقلت يركع عند المئتين فمضر فقلت يصلي بها في ركعة فمضر فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائمة ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائمة ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائمة فما صلى إلا أربع ركعاء حتى جاء بلال إلى الغداء قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئة وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن نعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنا مثنا فإذا خشيط الصبح فواحدة أخبرنا عمر بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيج عن أبي سلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنا مثنا فإذا خشت الصبح فأوتر بركعة أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع أن ابن عمر أخبرهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنا مثنا فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا محمد بن يحيا قال حدثنا يعفوه بن إبراهيم قال حدثنا بن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أنا بن شهاب حدث أنا سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة أخبرنا هنال بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمر عن علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وطر يحب الوطر أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمر عن علي رضي الله عنه قال الوطر ليس بحكم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن سلم ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن النظر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث النوم على وطر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث الوطر أول الليل وركعتي الفجر وصوني ثلاثة أيام من كل شهر أخبرنا هنال بن السري عن ملازم بن عمر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارني أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوطر ثم قدم رجلا فقال له أوتر بهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وطران في ليلة أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يازيل قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى ويتره إلى الصحر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته ويترعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد وهو بن المبارك قال حدثنا معاوية وهو بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو نظرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدرية يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوطر فقال أوتروا قبل الصبح أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل القنات قال حدثنا يحيى وهو بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر أخبرنا يحيى بن حبي حكيم قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه كان في مسجد عمر بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينطرعونه فجاء فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأدان أوتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الرعب أخبرنا 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 أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن صطاب عن سعيد بن يسار قال قال لي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنا مثنا والوتر ركعة من آخر الليل أخبرنا أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت أخبرنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياذ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا والوتر ركعة واحدة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللف له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ثم يتقجع على شقه الأيمن أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارك بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللغ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توثر قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتابه عن درارة بن أوفا عن سعد بن هشام أن عائشة تحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتين الوطر أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبه اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله هو الله أحد أخبرنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي ركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكري بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد أو قفه زهير أخبرنا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يوتر بثلاث يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاف وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات لأولي الألباب ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفته ثم قام فتوضأ واستاه ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاه فتوضأ وصلى وصلى ركعتين وأوتر أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان ركعات ويوجر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صناة الفجر فالفه عمر بن مر فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مر عن يحيى بن الجزار عن أم سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أو ترى بتسر فالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعة فلما أسن وثق صلى سبعة أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني بن سهاب قال حدثني عقاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا عقاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن زهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أو مأبي ما أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن محسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا عبيض الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن محسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهما بتسريم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيال بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره قلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسمه فقلت له عمن قال عن ثقة عن عائشة وعن ميمونة أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجبث إلا في آخرهن أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن قتاله عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قال لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم فتلك تسع يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها مختصر خالفه هشام الدستوائي أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاله عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسع فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما يكبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتابة عن زرارة بن أوفة عن سعد بن هشام أن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهورة فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيستيق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يسلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسع ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أنقدم علينا أخبرنا أنه أتى بن عباس فسأله عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من قال عائشة فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو ترى بسبع ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسعة أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها أخبرنا زكريا بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشال عن عائشة أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس لما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن ركول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وهو جالس أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بن هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة ركول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس مختصر أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش قراه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان ركول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عربة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعات ويوتر منها بواحدة ثم يتجع على شقه الأيمن أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعات لما كدر وضعوا فأوتر بتسر أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمياد بن سلمة عن عاصم الأحوال عن أبي مجدز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أو تر بها فقرأ فيها بمئة آية من نساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النسائي قال أنبأنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن بر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعبد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في اللتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعب قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعبد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خالفهما حسين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن أبي عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا عمر بن يزيل قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلم وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إلى سلم سبحان الملك القدوس ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة أخبرنا يا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوطر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يقول إلى سلم سبحان الملك القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذر أخبرنا يا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ذر أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوالث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك الخدوث ثلاث مرات أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا أحمد بن ثليمان قال حدثنا يحيب بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزة مرسل وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا محمد بن بشكار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتالة سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرر قال سبحان الملك القدوس ثلاثة أخبرنا إسحاق بن منطور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتالة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرر قال سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد في الثالثة أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما شبابه فرواه عن شعبة عن قتالة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين أخبرنا بشر بن صالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن ختادة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابه على هذا الحد قال فهو يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضهم خالجنيها أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوة اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أولئي الكلمات في الوتر قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي في ما أعطيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمر الفزري عن عبد الرحمن بن الحارس بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وطره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء قال شعبة فقلت لي ثابت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله قلت سمعته قال سبحان الله أخبرنا يوتف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلي تحدى عشرة ركع فيما بين أن يفرغ من صلاة الأشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتين الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسطع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته أخبرنا أحمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان ثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته خالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن ذبيد عن ذر عن سعيد أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن ذبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصر فقال سبحان الملك القدوس ثلاثة يرفع بها صوته قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن نزيد وأثبت أسحار سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد قطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث ورواه جرير بن حازم عن ذبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت ذبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصدق قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك السوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صليات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة تسع ركعات قائمة يوتر فيها وركعتين جالسة فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجل ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روا هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا أصبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتالة عن جرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتها للفجر خير من الدنيا وما فيها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن ضفول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الخجر صلى ركعتين أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يتجع على شقه الأيمن أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن عبد الله بن عمر قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قياما ليل أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين الفجر ركعتين خفيفتين أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين أخبرنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى يعني ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معال بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر حدث أن حفصة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهض قال قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن تعيد قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجديني قبل صلاة الصبح أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين عن ابن عمر عن حفصة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافعا عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة وروا سالم عن ابن عمر عن حفصة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاخ قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركع يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبر أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا يونث عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن شريحا الحضرمية ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسل القرآن أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال أبو عبد الرحمن أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل قال فهو سفيان أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عبدة قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقوفة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتابة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار ثمتي عشرة ركع أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن بن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاخ قال أنبأنا معمر عن الظهر عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب يقول قال رفول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت أو كأنه أدرك رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوث موقوفا أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعب عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال من فاته والده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعجب صلاة الظهر أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر من عيسى بوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على من ثابر على اثنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخبرنا أحمد بن يحيا قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو يحيا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على اثنتين عشرة ركعة من الله عز وجل له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركعتين تي عشرة ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة فن الله له بها بيتا في الجنة أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتين عشرة ركعة ما بلغك في ذلك قال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسة ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع اثنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بل الله عز وجل له بيتا في الجنة أخبرني أيوب بن محمد قال أنبأنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبان عن ابن جريج عن عطاء عن عن بسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة بل الله عز وجل له بيتا في الجنة قال أبو عبد الرحمن أختي أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتين عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بن الله عز وجل له بيتا في الجنة قال ألفهم أبو يونس القشيري أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد بن مكي قال أنبأنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حوشب حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت من صلى ثنتين عشرة ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بن الله له بيتا في الجنة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلال عن أبي إسحاق الهمداني عن عمر بن أوسن عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتين عشرة ركعة من صلى هن بن الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ليسى بوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا خليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتين عشرة ركعة من الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقويم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا ذهير عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة قالت من صلى في اليوم والليلة ثنتين عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين قبل الفجر أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت من صلى في الليل والنهار ثنتين عشرة ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكي وحبان قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة قال من صلى في يوم وليلة ثنتين عشرة ركعة سوى المكتوبة بني الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفعه حصين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوان أخبرنا أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا وهب قال حدثنا صالد عن حصين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثت أنه من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أخبرنا يحيا بن حبيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة سوى الفريضة بن الله له أو بني له بيت في الجنة أخبرنا عبي بن المثنى عن ثويت بن عمر قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيت في الجنة أخبرنا زكري بن يحيا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قال من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم ثنتين عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيت في الجنة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام للعطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمر الأوزعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبست جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه أنه قال من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أليسة قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل أخبرنا أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله عز وجل على النار أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد إذا قل عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكر وإذا حدثنا به هو لم يرفعه قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار أخبر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي عن عمبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها لم تمسه النار قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان من حديث سائل جب جان عزيز